بس بيا بانيو السلام عليكم هلو افريبادي اهلا ابناء وبناتي طلب وطلبات الصف الثالث الاعدادي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا الازهر جان زي برب ثري عندنا ينت ونفتكر مع بعض عنوان الوحدة بتاعتنا يعني العالم الزاكي من حولنا هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن عنوانه يعني التكنولوجيا الحديثة في التعليم يلا نشوف الدرس بتاعنا ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هاسبلكم الرابط بتاعتها ان شاء الله في صندوق الوصف وكمان هاسبلكم الرابط لصفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام شوف مع بعض الدرس بتاعنا عندنا بتكلم عن ايه نقرأ يلا مع بعض بيقولنا ان التكنولوجيا بتغير كل المجالات في العالم دلوقتي من هولينا بما فيها education اللي هو التعليم thanks to thanks to يعني بفضل thanks to digitalization كلمة digitalization معناها الرقمنة الرقمنة اللي هو تحويل كل حاجة لرقمية بقي الديجتال رقمية يعني على الكمبيوتر the concept of e-learning came up يعني بفضل الرقمنة دي ظهر لنا مصطلح اسمه e-learning اللي هو التعلم الإلكتروني it resulted in نتج عنه the use of desktops, laptops, smartphones and software applications for teaching and learning outside the classrooms يعني نتج عن التكنولوجيا دي بقى والرقمنة دي والe-learning ده حصل ايه منه بقى بقى في استخدام للdesktops اللي هي أجهزة الكمبيوتر واللابتوبز اللي هو الكمبيوتر المحمول والسمارتفونز الهواتف الزكية والapplications التطبيقات والبرمجيات كل ده تم استخدامه outside the classrooms خارج الفصول من أجل التعليم والتعلم this conceptively helped students to learn efficiently وده ساعد الطلاب انهم يتعلموا بكفاءة أكثر بعد كده بيقول لي concept of concept يعني مفهوم educational technology ED technology اللي هو مفهوم التكنولوجيا التعليم اللي هو اختصار ايه؟ ED technology educational technology means the unity of technologies such as unity يعني اتحاد مقصود بالتكنولوجيا للتعليم ده ايه؟ اتحاد توحد التكنولوجيات المختلفة technologies اللي هو وسائل التكنولوجيا المختلفة such as computers زي computers web and multimedia وكمان الواب الوان نت الانترنت والمالتي ميديا وdigital boards overhead projectors and video integration كل دي وسائل من وسائل التكنولوجيا digital board اللي هي السبورة الرقمية وكمان البروجيكترز اللي هو شاشات العرض وفيديو integration دمج الفيديو كل وسائل التكنولوجيا دي مع بعض لما نستخدمها دي بنسميها تكنولوجيا التعليم educational technology for students بالنسبة ليه الطلاب the use of technology in education helped students to increase their engagement and learning يعني استخدام التكنولوجيا في التعليم زود عند الطلاب اندمجهم في التعلم it connects them with teachers يعني تم ترابط بين المدرسين وبين الطلاب بيقدر الطالب يوصل للمدرس بشكل أسرع increases communication وزود التواصل enhances group interactions وزود كمان التفاعل في المجموعات provides students with access to a vast pool of information كمان خلى فيه access يعني طريقة وصول جديدة كبيرة لكمية كبيرة من المعلومات prepares students for the workforce بيجهز الطلاب كمان لسوء العمل and engages collaborations with teachers وبيشجع كمان على التعاون مع المعلمين and educational institutes وكمان المعاهد التعليمية for teachers بالنسبة للمعلمين teachers can use different tools of educational technology ممكن المدرسين كمان يستخدموا أدوات مختلفة من التكنولوجيا التعليمية to provide a learning experience to the students عشان يوفروا تجربة تعليمية للطلاب they enable the teachers to engage with new methods of teaching that is attention grabbing for the students يعني وزائل تكنولوجيا التعليمية دي بتخلي طلاب يقدر يوفروا طرق تخلي المعلمين يقدر يوفروا طرق للطلاب يتعلموا بها تكون الطرق دي attention grabbing بتلفت نظر الطلاب teachers derive many benefits from educational technology يعني المدرسين بيحصلوا على فوائد كتيرة من التكنولوجيا التعليمية for parents بالنسبة للوالدين the use of technology in education boots parents confidence and help them support their children better يعني استخدم تكنولوجيا في التعليم نزود ثقة الوالدين وسعيدهم إنهم يساعدوا أطفالهم بشكل أفضل as they could set expectations for their students and track their children's activities عشان هم يقدروا يجهزوا ويزبطوا الطاقة بالنسبة للطلاب وكمان يقدروا يتابعوا الأنشطة بتاعة أطفالهم they could use technology to help their kids face struggles ممكن يستخدموا التكنولوجيا عشان يساعدوا أولادهم يوجهوا التحديات in education and overcome them التحديات اللي بتقبلهم في التعليم وكمان يقدروا يتغلبوا عليها in classroom في الفصل the incorporation of different technologies has helped classrooms to provide learning experiences يعني الدمج بين وسائل التكنولوجيا المختلفة ساعد الفصول إنها توفر بيئة تعليمية وتجارب تعليمية جيدة technology has resulted in immersive and engaging learning with the use of videos يعني التكنولوجيا نتج عنها تهيئة جو تعلم وخبر التعلم هايلا باستخدام the use of videos باستخدام الفيديوهات educational TV apps كمان التطبيقات التعليمية web resources ومصادر من على الانترنت and projectors اللي هي شاشات العرض it enabled schools to engage in practical exercises that improved the cognitive skills يعني مكنت المدارس النهية تقدر تشتغل في practical exercises التدريبات العملية اللي هي بتحسن the cognitive skills بتحسن المهارات المعرفية and problem solving techniques for other students وبتحسن كمان سليب حل المشكلات للطلاب educational technology challenges يعني تحديات التكنولوجيا التعليمية some of the challenges they must be faced while adopting educational technology are بعض التحديات اللي بتقابلهم لما بيقوا يطبقوا التكنولوجيا التعليمية دي زي ايه number one resistance to change يعني مقاومة التغيير الناس كتير مش عايزة تغير الواقع بتاعها many teachers parents and educational institutes consider only real time learning in classrooms to be effective يعني مدرسين كتير اولياء امور وكمان معاه التعليمية كتير بتعتبر ان التعلم هو التعلم الحقيقي اللي هو في الفصل وجها لوجه انه هو الوحيد اللي فعال number two continuous upgrades احد مشاكل التكنولوجيا انها محتاجة دايما تتجدد وتتطور technology needs to upgrade puts an additional burden on educational budget budget ليه الميزانية يعني حكاية انتنا عايزين دايما نعمل update نحسن ونتطور ونجدد المصادر التكنولوجية دي بيخلي فيه ميزانية عبقة على الميزانية التعليمية number three resources or infrastructure support يعني مصادر ودعم البنية التحتية schools teachers and students need to have internet support with higher bandwidth يعني المدرسين والطلاب محتاجين انه يبقى عندهم دعم انترنت وفيه كمية كبيرة من المعلومات insufficient technical skills يعني المهارات التقنية مش كافية teachers and students must have the necessary skills to use the benefits of education technology لازم طبعا يبقى مدرسين الطلاب عندهم من مهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا دي اللي هي التكنولوجيا التعليمية شوفي المين بوينس النقاط الأساسية اللي مرت علينا في الدرس بتاعنا وعرفنا الدرس بيتكلم عن modern technology in education ممكن دايبقى موضوع paragraph في الامتحان فنحاول ان انا نعرف كام جملة عنه ان شاء الله في نهاية الفيديو هنتكلم وهنكتب paragraph او اسي عن الموضوع ده number one بقولي هنا thanks to digitalization the concept of e-learning came up عرفنا انه بفضل الرقمنة digitalization اللي هي الرقمنة حفظوا معي الكلمات كده بهدوء كده بالراحة digitalization الرقمنة بسببها بفضلها the concept of e-learning نشأ مفهوم التعلم الالكتروني e-learning والتعلم الالكتروني educational technology eased the life of both students and teachers يعني التكنولوجيا التعليمية سهلت الحياة بتاعت كل من الطلاب والمدرسين كمان عرفنا انه educational technology enables teachers to engage with new methods of teaching ان التكنولوجيا التعليمية وتمكنت المدرسين من هم يستخدموا طرق تدريس حديثة teachers and students must have the necessary skills to use the benefits of education technology يعني المدرسين والطلاب لازم يكون عندهم مهارات ضرورية لاستخدام فوائد التكنولوجيا التعليمية technology is transforming every field of life today including education عرفنا كمان التكنولوجيا غيرت كل مجالات الحياة النهاردة بما فيها التعليم teachers can use different tools of educational technology المدرسين ممكن يستخدموا أدوات مختلفة من تكنولوجيا التعليم to provide learning experience to the students عشان يزودوا خبرة التعلم للطلاب technology needs to upgrade inputs and additional burden on educational budget يعني حاجة التكنولوجيا للتحديث دايما بتضعب أضافيا على ميزانية التعليم كلمة budget يعني ميزانية بعد كده عندنا pictorial words كلمات مصورة عندنا كلمة integration integration معناها دمج أو تكامل والأنتنم المضاد بتاعها separation يعني فصل كمان عندنا كلمة يحسن أو يعزز اسمها enhance والأنتنم المضاد بتاعها reduce يعني يقلل كلمة يحدث اسمها modernize modernize والأنتنم بتاعتها out mode يعني يقتل أو يجعله مهجورا out mode عندنا كمان كلمة غير كافي insufficient insufficient والأنتنم مضادها enough enough يعني كافي ارتباط يعني engagement engagement والأنتنم بتاعتها disengagement يعني انفصال disengagement تعاون collaboration collaboration والأنتنم بتاعتها non cooperation non cooperation يعني عدم التعاون لازم نحفظ الأنتنم المضادات بتاعت الكلمات عشان ممكن تجدنا في الأسئلة idioms about technology عندنا بعد كده idioms هنعرفها عن مرتبطة بالتكنولوجي زي ايه number one the die is cast التعبير دوت معناه لايمكن الرجوع في القرار we cannot reverse the decision we have made ما نقدرش نغير القرار اللي احنا اخدناه زي ما نقول we have invested all this money in the new factory the die is cast احنا استثمرنا كل فلوسنا في المصنع الجديد the die is cast يعني خلاص من عرفش نرجع في اللي عملناه بالتعبير ده معناه ايه لايمكن الرجوع في القرار the die is cast chop 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 يعني بسرعة quickly without delay بسرعة بدون تأجيل come into the office and get the documents you need chop chop ادخل من المكتب وهات الوثائق اللي انت محتاجها المستندات اللي انت محتاجها chop chop يعني بسرعة grease the wheels grease the wheels يعني يجري برفق او تدور برفق او ببطء to run smoothly they hoped that the tax cuts would grease the wheels of the economy هم اتمنوا ان خاص من الضرائب ده ممكن يخلي عجلة الاقتصاد تأجري بسرعة او تدور بسرعة grease the wheels يعني ايه تأجري بسرعة hold the phone يعني انتظر لحظة hold هنا انا في التليفون حتى اقولك hold يعني يخليه على الويتين ينتظر يعني wait a moment my daughter was talking about all the trips she wanted to take and I was like hold the phone where are you going to get the money for this بنتك بتتكلم عن الرحلات اللي عايزة تعملها وانا كنت عايزة اقول ايه hold the phone يعني انتظري شوية كنت شوية احنا هنجيب فلوس منين اصلا يبقى hold the phone معنائه انتظر لحظة not some bolts not some bolts يعني تفاصيل يومية للشي everyday details of something if you want to know the not some bolts of setting up a business you should ask an expert لو عايز تعرف التفاصيل بتاعت ازاي تعمل عملتو جيري لازم تسأل خبير يبقى not some bolts اللي هي تفاصيل يومية run into abasso run into abasso معنائه encounter severe and unexpected problems يعني يواجه مشاكل شديدة غير متوقعة the law ran into abasso of opposition from politicians after it was introduced يعني القانون مر وواجه مشاكل عديدة وغير متوقعة من السياسيين بعد ما تم تقديمه يبقى كلمة run into abasso معنائه ايه يواجه مشاكل شديدة غير متوقعة الجرامر عندنا في اليونت بتاعتنا بيتكلم عن model forms model forms اللي هي الأفعال صياغ الأفعال النقصة عندنا كتير من model verbs كل حد منها بنستخدمه لغرض معين زي مثلا certainty certainty التأكيد ايه الموضوع اللي بنستخدمه عشان نعبر عن التأكيد في المضارع بنستخدم must وبعدها infinitive مصدر لما يكون متأكد من شيء معين بستخدم must وبجيب بعدها مصدر هنلاي دايما في الجملة I'm sure يعني أنا متأكد I'm certain وdefinitely بالتأكيد زي ما نقول مثلا he won the first prize هو فاس بالجهزة الأولى he must be happy بهو أكيد موسوط هنا أنا استنتقت ومتأكد من الاستنتاج بتاعي فاستخدمت must be في النفي لما يكون متأكد بس بالنفي متأكد من حاجة بالنفي هستخدم can't أو couldn't وبعدها مصدر we use can't and couldn't when we think that something is impossible لما يكون متأكد من الشيء ده مستحيل بستخدم can't or couldn't he won the first prize he can't be sad هو فاس بالجهزة الأولى يبقى أكيد ما هوش حزين يبقى هنا استنتقت ومتأكد من الاستنتاج بتاعي بس بالنفي فاستخدمت إيه can't could و may و might و infinitive بيقول لنا هنا we use could may or might when we want to express speculation about something لما يكون بقى عايزة أتكلم عن تخمين speculation يعني بخمن بتوقع مش متأكد من الشيء ده مش متأكد باستخدم حاجة من الثلاثة دول could or may or might I'm not sure he may be at a party أنا مش متأكد ربما يكون في الparty I'm not sure مش متأكد يبقى استخدم may في الباست في الماضي أما يكون متأكد في الماضي بستخدم must have past participle اسمها أتاني must have past participle we use must have past participle when we are certain about something that took place لما يكون متأكدين من شيء معين حصل في الماضي هو عمل حادثة يبقى أكيد كان سائق بسرعة أنا استنتجت حاجة كانت في الماضي he had في الماضي فباقي القملة لازم يبقى ماضي استنتج إزاي في الماضي must have والتصريف التالت طب استنتج في الماضي بس بالنفي بدل must يبقى can't أو couldn't يبقى can't have past participle أو couldn't have past participle we use can't have past participle when we are certain that something didn't take place in the past ما كنت متأكدين الشيء ده ما حصلش في الماضي استخدم إيه can't have أو couldn't have past participle he had an accident he can't have driven carefully وعمل حادثة أكيد ما كانش سائق بحرص استنتجت في الماضي فأجبت إيه can't have past participle لما يكون بقى ما استخدم could may might past participle لما إمتى when there is a possibility that something happened لما يكون في احتمال إن الشيء ده حصل في الماضي يعني مش متأكد I'm not sure أنا مش متأكد he might have traveled to London ربما يكون سافر على لندن يبقى لو أنا مش متأكد أستخدم could أو may أو might ولو إحنا في الماضي بجيب بعدهم have و past participle يبقى الموضل verbs المرة تعلينا دلوقتي سواء must أو could أو can't أو may وكلام ده كله في المدارع بنحط بعضهم مصدر لكن في الماضي بنجيب بعدهم have و past participle في ability القدرة عشان أعبر عن القدرة في present في المدارع باستخدم can طبعا الجملة بتبدأ بالفعل وبعدين can وفعل في المصدر ممكن كمان أستخدم am أو is أو are able to والمصدر she can speak two languages بتعرف تتكلم لغتين يبقى عبرنا على القدرة أنا باستخدام can وبعدها مصدر she is able to speak two languages هنا بدل can استخدمنا is able to وبرضو بعدها مصدر وبقى أنا عشان أعبر عن ability عن القدرة أو الاستطاعة يما استخدم can وبعدها مصدر أو استخدم is able to طبعا is بتتغير حسب الفاعل هنا استخدم am أو is أو are able to والمصدر في الناجاتب في النفي بنفي كان ازاي نفي كان can't وبرضو بعدها infinitive مصدر طب نفي am و is و are نفيهم am و is و are not يعني am not isn't أو aren't able to والمصدر he can't drive a car ولكن مع able to قلنا he isn't able to drive a car في القاتشن في السؤال لو هسأل على جملة فيها كان هبدأ السؤال بالفعل المساعد بتاع اللي هو كان وبعدها الفعل والفعل في المصدر طب لو الجملة فيها able to هيبقى عندنا فعل المساعد am أو is أو are هو ده اللي هبدأ بي am أو is أو are بعدين الفاعل وبعدين able to والمصدر can she ride a bike بدأنا بكان وبالفاعل والفعل في المصدر أو is she able to ride a bike في الباست في الماضي طبعا بنبدأ بالفاعل وفي الماضي هنعبر عن الاستطاعة باستخدام could وبعدها infinitive مصدر أو لو انا هستخدم able to فهجب قبلها في الماضي was aware اللي هو الماضي من فرب to be was aware able to والمصدر when i was young وانا صغير i was able to ride a bike لما لاقي هنا was ماضي فجبنا هنا برضو was في الماضي i was able to طب لو جبنا بدل able to جبنا كان الماضي من كان could when i was young i could ride a bike في النجات في النفي بنفي could ازاي نفي could couldn't برضو بعدها infinitive مصدر when she was young she couldn't climb trees طبعا نفي ازاي was able to هنفي هتبقى wasn't or weren't able to المصدر when she was young she wasn't able to climb trees يبقى نفي was able to wasn't able to وفو weren't able to لو هكون سؤال في فعل مساعد could هبدأ بالفعل المساعد could وبعدها الفعل والفعل في المصدر طب لو عندي was able to او were able to هبدأ بالفعل المساعد برضو was aware وبعدين الفعل وable to والمصدر could he swim was he able to swim في الريكوست في الطلب لما جي أطلب طلب مهزب بابدأ بحاجة من دول would او could او can وبعدين الفعل والفعل في المصدر would you get me a cup of tea ممكن تجيب لي cup of tea بدأنا هنا بwould could you lend me your pen ممكن تسلفني على مك يبقى هنا بدأنا بcould asking for permission لما جي أطلب طلب بإذن بقى استأزم من حاجة may I go out with my friends هنا بدأنا بإيه بmay للطلب المهزب برضو لما كن بطلب إذن أبدأ بmay او can او could وبعدين الفعل والفعل في المصدر may I go أو can I speak to the manager بدأنا هنا بكان في advice النصيحة باستخدم should النصيحة استخدم should وبعدها infinitive مصدر كمان ممكن استخدم ought to معناها برضو ينبغي عليك ought to يعني مصدر يجب تنام بدري يبقى افتكر انه ought معها to لكن بعدها مصدر على طول في النجاتب في النفي should shouldn't وبعدها infinitive you shouldn't eat drunk food نفي ought to ought not to وبعدها infinitive you ought not to eat drunk food اخد بالي من نفي ought to ايه ought not to بيقول لي اخد بالك باستخدم هنا في عشان اعبر عن الندم او اللوم بعمل ايه باستخدم should في الماضي او ought to في الماضي بس او شبه الماضي اقول كده عندي ought to اقول ought to have وباست بارتسبول اقول مثلا انا صحيت متأخر كان لازم اروح انا مبدري فهنا باستخدم دوت عشان اعبر عن الندم بلوم نفسي ان انا ما عملتش ده فاستخدمت ايه كان يجب علي ان انا اعمل كده كمان هنا ought to وفعل في المصدر لو انا حبيت انفيها شود انت ونفي ought to ought not to وhave وباست بارتسبول اي علي كان غضبان اي شود انت هاف اتهم مفروض ما كنت شاتحك عليه هنا استخدمت شود في النفي الاقتراح الاقتراح باستخدم التعبير ايه للتعبير عن الندم او اللوم ان انا كان مفروض اعمل الشيء ده وما عملتوش الاقتراح بستخدم وبعدها مصدر ولو انا باقترح عليك حاجة برضو ممكن ابدأ بسؤال فاقول هل ممكن نحن رونا عمل الشيء ده وهيجي بعدها مصدر ياجب تتكلم مع المعلم بتاعك وممكن تروح السينما هل ممكن نزور علي اليوم كل دي طرق من طرق الاقتراح اللي هي الضرورة والالزام عشان اعبر عنهم هما الاتنين في المضارع باستخدم مصد بعد استخدام تاني المصد ان انا عبر عن الالزام بيجي بعدها فعل في المصدر وكمان باستخدم نيتو برضو باستخدمها للالزام بيجي بعدها فعل في المصدر ياجب تكون هادف الفصل انت محتاج تاكل طعام صحي يبقى معبر عن الالزام باستخدام مصد او ايه او نيتو والاتنين بيجي بعدهم مصدر كمان باستخدم هاف تو و هاستو وبعدهم مصدر برضو التعبير عن الضرورة والالزام انت مضطر وتروح المدرسة في الموعد يجب عليك يجب عليه انه يزاكر جيدا يبقى هنا برضو استخدمت ايه للتعبير يعني الالزام او الضرورة هاف تو او هستو وفعل في المصدر في الناجاتب في النفي بنفي هستو ازاي و هاف تو بانت او دازنت هاف تو والمصدر احنا بدري انا مش مضطر ان انا ااخد تاكسي يبقى هنا نفيت هاف تو ازاي اي دونت هاف تو في الكواشن ببدأ بثو او داز وبعدين الفاعل و هاف تو والمصدر هل يجب تذكر اليوم هل هو مضطر من الصحة بدري في الباست في الماضي بستخدم هاتو المصدر كان مضطر لي هاتو المصدر بارح طريطة روح البنك عشان استيل شهد فلوس هاتو يجبناها للتعبير عن الضرورة في الماضي يبقى الماضي من هاف تو و هاس تو اسمها هاتو وكلهم بيجي بعدهم مصدر النفي في الماضي النفي هاتو ايه ديدنت هاف تو طب نيت تو في الماضي ديدنت نيت تو في المصدر بعدها مكادش مضطرة تصحى بدري في القواتشن ديد و الفاعل و هاف تو و المصدر هل كنتم مضطرة تاخد الباسبرت معك في المستقبل و هاف تو و المصدر بكرة مضطرة اروح ازور صديقي سامي و هاف تو و المصدر في الناجاتب في المستقبل نفي و ال وانت يبقى وانت هاف تو و المصدر مش هتبقى مضطرة نضف حجرتها في القواتشن بنبدأ بالفعل المساعدة عندنا اللي هو و الفاعل و هاف تو و المصدر هل هتضطرة تروح البنك بروبيشن بروبيشن اللي هو التحريم المنع منعك من حاجة باستخدم ايه اول حاجة استخدم مست اول طريقة مست و بعدها فعل في المصدر اتس فوربيدن تو اما قول ممنوع انك تعمل كذا اتس فوربيدن تو و المصدر اتس بروبيتن تو و المصدر اتس باند تو و المصدر كل دول معنى ممنوع محظور محرم مسموح لك هيبقى برضو بعدها فعل في المصدر ممنوع تدخن في محطة بنزين ده خطر يعني محرم او ممنوع انك تدخن في بعد كده في بنتكلم ازاي نكتب اللي هي المدونة بيقولنا ان البلاج ليها يعني مقدمة طبعا بلاج زيها زي هاي حاجة بكتبها بيقاليها مقدمة اي موضوع بجتكلم عنه لازم لأول اجيب مقدمة فيها فقرة افتتاحية وبهدفها لفت انتباه القارئ بتقديم خلفية عن الموضوع بعد كده اللي هو الموضوع نفسه بقى بيشتمل على جملة الموضوع و ادلة داعمة و امثلة و شرحة وتفاصيل الاضافية بعدين اللي هي الخاتمة بتحتوي على تلخيص الافكار الرئاسية وبعض التوصيات زي مثلا الموضوع بتاعنا اللي نكلمنا عنه نهاردة اللي هو استخدام التكنولوجيا في التعليم عشان اكتب عنها بلاج او اكتب اي سي مقالة او اكتب باراجراف نقسمها بالشكل دا يعني مقدمة الاول بس طبعا ما بكتب شي الكلمة دي انا بس دا ترتيب لأفكاري نقول مثلا التكنولوجيا بتستخدم في مجالات كتير في حياتنا اليومية يعني بتحسن السرعة وتزودها والدقة كمان في الطب في الاتصالات في النقل في الفضاء في التعليم يعني اتكلمنا الاول بشكل عام التكنولوجيا بتستخدم في مجالات كتير بعدين نبدأ نقول بقى بتستخدم في الموضوع بتاعنا اللي هو التعليم هنا تكلمنا بقى عن دورها في التعليم انها بتسهل على المعلمين والمتعلمين الوسائل للبحث ومستخدام محركات البحث والوصول لكمية كبيرة من المعلومات وهكذا بعد كده بنروح على بعدين الموضوع نفسه التكنولوجيا ساعدت الطلاب من المعلمين using technology in education has great effects on the future of next generations اللي هو استخدام التكنولوجيا في التعليم له أثر كبير على الأجيال القادمة we should enhance the use of modern technology in our life يجب أن نحسن من استخدام التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية ده كان مثال إزاي نتكلم عن technology in education ممكن تاخد بعض الأفكار منه عشان لو جاءنا باريجراف عن الموضوع دوت في الامتحان بعد كده الدرس بينتهي بآية قرآنية الآية القرآنية اللي بتقول عزب الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الآية الكريمة دي لما نحب الترجمها نلاقي الترجمة يا معشر الجن والإنس معشر الترجمة هنا إيه لهم الجن and mankind لهم الإنس إذا كنت قد تتعطي بياند الريجين of the heavens and the earth إن استطعتم أن تنفذوا pass beyond تنفذوا من أقطار السماوات regions of heavens and earth والأرض and then pass فنفذوا you will not pass لا تنفذون except by authority from الله لا تنفذون إلا بسلطان سلطان من مين طبعا الله سبحانه وتعالى طبعا الآية الكريمة دي بتدلل على إن الإنسان نهما يعمل واستنتجت وتوقعت إن الإنسان هيعد يوصل للفضاء طبعا ده من زمان من قبل ما يبقى فيه أي استكشاف للفضاء ده طبعا من الإعجاز العالمي في القرآن الكريم فكل ده عشان توصل للفضاء وتعمل كل ده مش هتعمل ده إلا بالسلطان من الله سبحانه وتعالى وقالنا هنا إنه قرآن ده فيتكلم عن القرآن والعلم الحديث يعني القرآن الكريم ذكر بعض الإنجازات العلمية اللي ما كانتش ممكنة إنها تحصل في أيام رسول صلى الله عليه وسلم زي حقيقة إن الإنسان ممكن يغزو الفضاء شوف أهم الكلمات اللي عندنا النهاردة الرقمانة يعني على التوالي مقاومة مقاومة ارتباط إنججمنت إنججمنت إدارة منيجمنت مانجمنت مانجمنت تعاون كلابريشن 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 كمية كبيرة فياست بوال واست بوال واست بوال يهدث مادر نايز مادر نايز بكفاءة تكامل أو دمج يحسن أو يعزز تعليمي مهرات يدعم أو يساند تحقيق أو إنجاز غير كافي معدل يلمع أو يرسل شرور سبارك عب عدوات كلمات إضافية عندنا التعليم الإلكتروني concept مفهوم يعني concept تحديات يحدث أو يحسن ميزانية رقمي جهاز عرض تفاعل مؤسسة أو معهد مرحلة أو طور اسمه معرفي يتبنى adopt البنية التحتية infrastructure كمية معلومات bandwidth يستخدم أو يستعمل utilize يزيد increase increase فوائد benefits يتغلب على overcome مساهمة أو دم incorporation تطلعات expectations لافتة للانتباه attention attention grabbing يحصل على أو يشتق derive يعزز أو يدعم boost ثقة confidence confidence سهولة أو يسهل ease ease كفاح struggle struggle يواجه face face يدل على imply imply bear is prominent prominent منصق منصق coordinated coordinated يساعد aid aid موارد resources resources قرن century century تصريبات الأفعال irregular verbs الأفعال غر منتظمة come came come teach taught taught learn learnt learnt put 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 set 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 prepositions وحرف القر بفضل يعني thanks to يؤدي إلى result in يؤدي إلى برضو lead to يرتبط بي أو ينشغل بي engage with ما تخلي access to عندنا word والأنتنم بتاعتها كلمة عكسها كلمة بارز يعني prominent عكسها unclear يعني غير واضح يسهل facilitate facilitate الأنتنم بتاعتها hinder يعني عوق ذكي يعني smart عكسها stupid مرحلة phase عكسها الكل يعني hole يتخيل visualize visualize عكسها ignore أو disregard يتجاهل access وصول أو مدخل عكسها outlet يعني مخرج reality يعني واقع عكسها fiction يعني خيال لازم نذكر الانتنم كويس نحل اللي بقى نشوف ه من ايه النهاردة الاسئلة دي موجودة في كتاب المدرسة يعني مهمة thanks to digitalization بفضل الرقمنة the concept of e came up ظهر لنا مصطلح اسم ايه بفضل الرقمنة عرفنا طبعا انه e-learning التعلم الالكتروني educational technology التكنولوجيا التعليمية ايه the life of both students and teachers عملت ايه في حياة الطلاب والمعلمين سهلتها سهلتها يعني ايه eased educational technology enables teachers to مكنت المدرسين ان هم ايه with new methods of teaching بوسائل تعليم جديدة مكنتهم ان هم engage ينشغلوا بيه وسائل تعليم جديدة teachers and students can now a new phase of learning الطلاب والمعلمين النهاردة ممكن يجربوا المرحلة جديدة من التعلم يجربوا يعني experience teachers and students must have the necessary to use the benefits of education technology مفروض يبقى عند المعلمين والطلاب ايه مهم عشان يستفيدوا من فوائد التكنولوجيا التعليم مهارات مهارات يعني skills use i use your mobile to carry my mother هنا بنسأل عن model verbs استخدم model verb المناسب لفعال النقصة لما اجي اطلب طلب مهزب من حد ممكن استخدم الموبايل بتاعك عشان اتصل بماما هبدأ بايه في الطلب المهزب هبدأ بmay may i number two you not speak loudly in the hospital في المستشفى ممنوع تتكلم بصوت عائلي في الممنوع بقى نقول ايه ممنوع يعني you mustn't you must not speak i use a little help in packing all these clothes محتاج مساعدة في الترتيب الهدوم اقول مربما احتاج مساعدة i may use a little help sir you repeat what you said هنا طلب مهزب برضو بل سؤال بطلب حاجة من حد ممكن تقرر اللي قلت لو سمحت هبدأ بايه هنا because sir could you repeat هل يمكنك number five i not be able to come tonight ممكن ما قدرش يجي للادي ممكن يعني ايه يعني might i might not be able كده خلصنا والدا احسنتم ده كان اخر درس في منهج السنة دي ان شاء الله عايب جدا اعملكم فيديو مراجعة لمنها كله اتمنى لكم التوفيق thank you goodbye